رأيت فيك القرآن في يوم من الأيام ذهبت سيدة مسلمة لزيارة جارتها المسيحية المريضة كما تعودت زيارتها وتقديم الخدمات لها فوجدتها نائمة في فراشها فاقتربت منها المسلمة في حنان وسلمت عليها ثم قالت لها دعيني أرقيك بشيء من القرآن الكريم فنحن نستشفي بآيات من القرآن الكريم كما أن القرآن أمرنا بالإحسان إلى الجار حتى ولو كان على غير ديننا فوافقت الجارة وقالت لها حسنا افعلي ذلك ولكن قبل ذلك أعطني من فضلك بعض الماء لأنني أشعر بعطش شديد نهضت السيدة على الفور وجاءت إليها بالماء وسقتها منه بيديها ثم طلبت منها الجارة أن ترفع رأسها عن الوسادة ففعلت على الفور وهي تبتسم في وجهها ابتسامة حانية رقيقة ثم قالت للجارة يبدو على وجهك أنك لم تأكل منذ فترة طويلة أليس كذلك؟ قالت الجارة نعم أشعر بجوع شديد فلم أكل أي شيء منذ أيام ولا أجد من يطعمني أو يعد لي الطعام وعلى الفور نهضت السيدة المسلمة من مكانها ولم تمضي سوى دقائق معدودة حتى عادت السيدة بما لذ وطاب من الطعام وأخذت تطعم الجارة المريضة في صبر دون تذمر حتى شبعت الجارة ثم قامت السيدة بترتيب وتنظيف المكان الذي تنام فيه جارتها وبعدها أعدت بعض العصائر المفيدة لحالتها وبعدها قالت السيدة للجارة هل أقرأ لك شيئا من القرآن؟ عندها ابتسمت الجارة وقالت لها بكل حب لا مانع ولكني رأيت فيك القرآن قبل أن تقرأيه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تزوج رجل من فتاة من عائلة فقيرة ولكنها كانت وعائلتها يتقون الله كثيرا وقد رزق الزوجان بعد عام من زواجهما بمولود جميل وسعدا به كثيرا وبعد أربع سنوات من الزواج علمت الزوجة من أحد أقاربها أن الفندق الذي يعمل فيه زوجها يقدم الخمور حزنت كثيرا وعندما عاد زوجها سألته إن كان ما سمعته صدقا أم لا فأخبرها زوجها أن الخبر حقيقي وأنه لا يجيد العمل إلا في هذه الوظيفة فقالت له بحزن أترك هذا العمل فإنه لا يجوز قال الزوج ومن أين أطعمك أنت وولدك وأين العمل البديل الذي سيعوضني عن عمل هذا فقالت له الزوجة لن يدخل فمي طعام حرام بعد اليوم والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فيجب عليك أولا أن تتق الله ثم تحصل على مخرج لك من أزمتك بعون الله ومع إصرار الزوجة على ترك زوجها لعمله ورفض زوجها لرأيها حملت الزوجة ولدها وغادرت منزل زوجها وذهبت إلى بيت أبيها الفقير وظلت تدعو لزوجها أن يتوب الله عليه ويرزقه الرزق الحلال من عمل حلال وبعد شهر علمت الزوجة من أخيها أن زوجها وجد عملا جديدا في أحد المطاعم بمحافظة مجاورة وأنه سوف يأتي إليها لتعود معه إلى بيتها بعد أسبوعين ففرحت كثيرا وسجدت لله شكرا في اليوم التالي والزوجة في بيت أبيها مرض الإبن وارتفعت حرارته جدا وكانت حالة الأبي أفقر ما يكون فلم يكن لها والابنها عون إلا الله عز وجل فكانت تصنع الكمادات لابنها وتدعو الله عز وجل كثيرا وبإخلاص شديد وفي منتصف الليل طرق الباب وإذا بالباب طبيب فأدخله والدها ففحص الولد وكتب له الدواء وطلب حسابه وهم لا يدرون من استدعى الطبيب أصلا فقال له والد الزوجة وهو في حزن شديد والله ما أملك شيئا فغضب الطبيب وقال إذن كيف تستدعونني في مثل هذا الوقت من الليل؟ فقال له والله ما عندنا هاتف وما استدعيناك واستغربنا مجيئك فقال لهم أليست هذه شقة فلان؟ فقال له إنها الشقة التي في الأعلى فعلم الطبيب أن الله عز وجل أرسله إلى هؤلاء الفقراء ليكون بإذنه سببا لشفاء ابنهم فقام الطبيب بشراء الدواء وأعطاهم عنوانه ورقم هاتفه وأقسم أنه سيكون في خدمتهم بلا مقابل حتى وفاته وبعد أسبوعين عاد الزوج من سفره وذهب إلى زوجته فرحة وأخبرها أنه يحصل على ضعف الراتب الذي يحصل عليه من عمله بالفندق وأنه شعر بطمأنينة وسكينة لم يشعر بها من قبل بعد أن وفقه الله للرزق الحلال وزاد قدر زوجته التقية عنده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ترجمة نانسي قنقر